موسيقى منرحب فيكم كمان مرة بمطبخ رؤيا ومع غدغودة اليوم حلقتنا مع غدا التلي وهلأ كمان ضمتنا أخصائي التغذية ربا مش ترباش لتحكي لنا عن كريمة الطبخ صباح الخير أهلاً 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 فل كيفك يا غادة؟ عمد لله نتناقش طبعاً أنا أوروبا إنه قدي المعكرونات أو الأكل اللي فيه يعني فيه كريمة الطبخ بنقدر ناكله ما بنقدر ناكله إذا بنناكل قدي نأخذ قطعة يعني شو فيه مهم هذا السؤال لا تقولي لي مهم جداً روان آه لأنه عن جد هاي المعكرونات الأكتير لكل بعملها بس ما مزبوط ناكل كل يوم نعمل دايت لا مش كل يوم آه بس مرة بالمناسبة طيب حكي لنا أول طبعاً استخدامات كريمة الطبخ بالمطبخ صارت كثيرة زي زمان يمكننا الآن كنا بكريمة الحلويات هلأ عم نشوف أصلاً أنواع كثيرة من كريمة الطبخ صح عم نشوف كريمة حلويات كريمة الطبخ حتى في منها صار مع البندورة اللي اللي الروزي بيسموها عم بخلطوا كريمة ببندورة صح فحكي لنا شوي عنها وعن استخداماتها هلأ في كريمة نباتية وفي كريمة حيوانية يعني في من الحليب وفي كريمة نباتية اللي بعملوها يعني من المصادر نباتية في مرات بتلاقي صوية كريمة نباتية أو مرات بتكون بحطوا فيها بعض الزيوت النباتية تختلف يعني بتكون مش كريم كريم مش أصلها من الحليب في منس في من الصوية كمان بتلاقي كريمة كيف حليب الصوية فيه كمان أنواع وفي كريمة قليل الدسم وفي خالي الدسم وفي كريمة جوز الهند هلأ كنت بدي أقول كريمة جوز الهند اللي هم هو بقول لك بتكون هاي مصادر نباتية يعني في كريمة جوز الهند استخدم كتير في الطبخات اللي بتكون تايلندي وهاي الأشياء بيظل في نكهة الجوز الهند هاي لسه فيها فوائد أكتر في نفس الكريمة العادي الحيوانية ہے ولكن بيكون منزوعة الدسم او قليلة الدسم انا عامل هون جاى bi هيكه مقارنة خفيفة ما بين الكريمة العادية وما بين الكريمة انا اخترت منزوعة الدسم بس فيه قليلة الدسم اكتر بالأسواق تلاقي قليلة الدسم بết عشان يشوف الفرق بالسعرات الحرارية وقدي الكريمة فيها شوية سعرات corrally هلا مثلا في عنا هون مزوعة الدسم والكريمة العادية من ناحية السعرات الحرارية تقريبا إحنا عم يحكي عالكوب منزوعة الدسم أو اللايت بتتوصل ل 170 سعرة حرارية بالكوب أما الكاملة الدسم 455 سعرة حرارية أوه بالكوب بالكوب يعني إذا تبخطك حط فيها كوب فهدول الأكلات مرات حتى إذا بيش حطها جاج ولا حطها لحمة ولا أي شيء بصفي اللي هي الماكرونة والكريمة لحالها فيها سعرات حرارية كتير عالية ها بس ما أنت هيطلع لك قد بإيه كمية نصيب الشخصي يعني مثلا لو كيس الماكرونة أكله بيقضي مثلا ستة أربعة أكثر كيس الماكرونة لا مشاربعة حسب أنا بأعملها لكيس كمية نقول ستة ستة على ربعمية هلا عادة إنا بالكريمة ما بتحطي كوب بتحطي أكثر الكوب 250 ملي صح؟ نحن نحط علبة أنا بحط العلبة هلأ فيه علبة فيه نص لتر فيه نص لتر فهون بصفي نان ننتبه لإلها هلا بالنسبة لكمية الجهون هلا أكيد منزوعة الدسم الصفر بس فيه قليلة الدسم ممكن توصل لقل هلا الكوب الواحد من الكريمة كاملة الدسم 44 جرام دهون هذا كمية كبيرة اه كثير يعني فيها كمية دهون هلا السكر طبعا إشي بسيط بس بيجي من سكر اللاكتوز اللي أصم عنه بالحليب الكوليسترول 21 جرام عنا من اللايت وفي عنا 136 موجودة بالكريمة كاملة الدسم اللي قالي منزوعة الدسم قده فيه 21 بس اه فبكون أقل أقل هلا في ناس نبسنا نعرف شغلة عادة اللي كريمة قليلة الدسم ومنزوعة الدسم بكون طعمها أكيد مش زي كاملة الدسم قريبة الحليب قريبة الحليب بسيطة ففي ناس شو بيعملوا ممكن يجيبوا الكريمة الكاملة الدسم ويخلطوه مثلا نص مثلا كوب كامل نص مثلاً قليل الدسم ممكن وهذه طرق بنقدر تعمليها أو تخلط ايها أنا مثلا بخلطها بحليب خالي الدسم ايوة انا بجي ب çevلي الكريمة كاملة الدسم أنا بجيب قليل الدسم بخلطها بخلطها نهارitch نهار�를 خالي يا رفض يا عيسي بس أنا عيزة الأكل سهلا ف phenعب ngh��ęp mos أنا أتعود على الأكل القليل للدسم، لا يستطيع أن يتعود على دسم. أنا عادة عندما أعملها بالفطر تشيني، أحب أن أضع مطيبات أو فطر براكلي، سيكون طعام طيبًا، أضع قليلاً جبنة فرمزان أو أي شيء أنت تخفي. فمعناته الطريقة لأنني أتعود عليها أن أطيبها أكثر، أضيف عليها إضافات. ممكن أو تخفي في الكمية، نحن نعلم أن هناك سعرات حرارية. إذا كنت أريد أن أريد كوبين من كاملة الدسم، يمكن أن تضع بدل كوبين كوب وكوب حليب، قليل الدسم. قليل فقط. وقليل طحين. قليل طحين. قليل طحين. قليل طحين. مرأة. صحيح. مثلاً. مرأة. أو مرأة. أو مرأة. أو مرأة. أو مرأة. يساعد. هذه الأشياء مهمة للأشخاص الذين يحبون هذا الأكل، وعندهم مشاكل صحيحية. صحيح. يحب هذه الأكلات. سؤال، ما فيها فوائد؟ هناك فوائد، أكيد. بشكل عام. الكريمة فيها. فيها فوائد؟ فيها نسبة من الكالسيوم، فيها نسبة من الفيتامين دي. لا، فيها فوائد غزائية، ولكن كمية الدهون هي المرات التي لا نستطيع أن نعتبرها كمصدر أساسي للكالسيوم والفيتامين دي. طيب إذا نزعنا الدسم، برضو بيضل هاي الفوائد الموجودة بكاملة الدسم في منزوعة الدسم؟ أهلا مثلا زي الحليب، بالخالي الدسم والكامل الدسم دائماً بيجين عليه أسئلة أنه أفضل، فأنا بقولهم من ناحية صحية أفضل قليل الدسم، لأنه كمية الدهون الموجودة بالحليب تساعد في إمتصاص الكالسيوم، يعني يكون أفضل لإمتصاص الكالسيوم، أوكي، معناته حتى لو بدي أختار كريمة، أختارها قليل الدسم، ممكن، أو تخلطي، تقدري تخلطي، هلا بس بالكريمة لأنه ما نقدر نقارنها بالحليب، ليش؟ لأن الكريمة كمية الدهن فيها كتير أكتر مقارنة بالحليب، عارفتي، ففي مقارنة يعني مش زي الحليب اللي إحنا دائماً بنشربه، ومصدر الكالسيوم أساسي، مصدر البروتين أساسي، يفضل هون أخذ قليل الدسم، عشان أنا بدي كالسيوم من الحليب، عشان يتصوا أكتر، فيه ناس مثلاً بهذه الطبخات بيستخدموا اللبن، يعني اللبن نفسه كطريقة إنه تساعدهم مثلاً يعملوا وصفات، يعني إحنا كثير مرات بأنواع حلو، بأنواع تشيز كيك مثلاً، في كريمة الحلويات، فيه ناس مثلاً بيقدروا يروحوا للألبان شوي، إنه يعملوا وصفات، آآ ممكن، وللأسف اللبن إله طعمه، إله طبخاته، فإنتي الطبخة، تحطي فيها اللبن رح تتقلب شاكرية، أو رح تتقلب طبخات، أو ممكن، يا أكيد، إلا إذا كانت تستخدمي جزء منها يتخفي فيه، وتستخدمي مثلاً من اللبن، ممكن، حليب جوز الهند، حليب جوز الهند، بس طبعاً، حليب جوز الهند، الكريمة، جوز الهند، جوز الهند، حتى التقليل من خطر الإصابة بالأمراض، فممكن يكون خيار كتير جيد، لا استخدامه، سعرات الحرارية أقل من كريمة كاملة الدسم؟ لا، هو تقريباً متقاربة، يعني تيجي تقريباً متقاربة، حليب جوز الهند، حليب جوز الهند، حليب جوز الهند، أقل من كريمة، أقل سعرات، طيب، لا أقل، بس أقل سعرات، كونه يتباعها مثلاً في علب حديد، دب يؤثر على حال، ندخل بموضوع المعلّبات، المعلّمات وأخطارها، لأننا دائماً نحكي أول شيء خيار الأصل، طبيعي، رجاجي، كرتون، ثم للمعلّبات، إذا في حال نشري معلّبات، ننتبهنا، لا تكون مطعوجة، بس أكيد، يظل في عنا، وإذا فتحناها، لا نضعها في تلاجب وعلبتها، نفتحها، نضعها في كبروية، شكراً لك، شكراً لك، لنورتنا اليوم، لنغادا، شكراً لك،